أعزائي طلبة وطالبات التمهيدي أهلا بكم في المحاضرة الأخيرة من منهج اللغة العربية ودرسنا الأخير وهو بعنوان أدوات النفي أدوات النفي اللي معنا هي لم ولن ولا نبدأ بلم هو حرف نفي بيدخل على الفعل المضارع يعني الفعل اللي بعده لازم يبقى مضارع بس عشان ينفي الماضي يعني بيدخل على المضارع عشان ينفي لي حدث حدثة في الماضي نشوف مثال لم أذاكر شيئا اليوم لم أذاكر شيئا اليوم لو تلاحظت لما هي أدت نفي ودخلت على الفعل مضارع أذاكر بس نفيت حاجة في الماضي أن اليوم عدى وأنا ما زكيتش لم أذهب إلى المعهد بالأمس لم أذهب إلى المعهد بالأمس برضو لو نلاحظ لم هنا دخلت على فعل مضارع وهو أذهب ونفيت حدث في الماضي لأن هنا كلمة بالأمس تدل على أن إنبارح عدى وأنا ما زهبتش إلى المعهد حف النفي اللي بعد كده لن دي بتانفي برضو بتدخل على المضارع بس عشان تنفي المستقبل يعني تنفي حاجة مش بقول انها مش هتتعمل مثلا لن اشترك في الرحلة لن اشترك في الرحلة يعني الرحلة اللي طلع لسه هتطلع المستقبل انا لن اشترك فيها يبقى لن هنا بتنفي المستقبل لن اذهب الى المعهد غدا قصد يقول بكرة مش هروح للمعهد برضو الملاحظ هنا ان بعد لن فعل مضارع بس هنا عشان انفي الحدث في المستقبل لا بقى مختلفة انها بتدخل على الفعل وبتدخل على الاسم يعني لن و لن لازم يبقى فعل بعدها لكن لا ممكن تبقى بعدها فعل وممكن تبقى بعدها اسم نشوف لو بعدها فعل الصداقة كانز لا يفنى يفنى هنا هي فعل وجتب لها لا طيب لا مكان للكاذب بين الاصدقاء طبعا مكان هنا اسم و لا دخلت نفتة برضو كمان لما اقول لا يأسى مع الحياة لا يأسى مع الحياة يأسى هنا اسم دي بالنسبة لأدوات النفي درسنا الاخير نشوف كده تدريبات املأ الفراغات التلاية بأدات نفي مناسبة نقط اقصر في استذكار دروسي ممكن اقول لم لم اقصر في استذكار دروسي نقط احب الكذب ممكن هنا لا احب الكذب نقط اقابل صديقي غدا غدا هنا يبقى بكرة يعني مستقبل يبقى مش هتنفع معاه لم ولا لا فهتنفع لن اللي بتنفيه المستقبل فهيبقى الجملة لن اقابل صديقي غدا نقط اجت صديقي في النادي اليوم يبقى اليوم عدى وانا رحت النادي خلاص واليوم عدى وانا ما قابلتش صديقي فيما هنا هستخدم لم لانا بتنفيه الماضي اعرف الكذب ولا الشر هنا طبعا هتنفع لها لا لا اعرف الكذب ولا الشر وممكن كمان اقول لم اعرف الكذب ولا الشر بس هنا الاحسن او الاضق لا اعرف الكذب ولا الشر لان فيه لا هنا تلي استمع الى الكذاب برضو هنا ممكن انفع لها لا لا استمع الى الكذاب اصهر امام التليفزيون برضو هنا ممكن انفع لها لا لا اصهر امام التليفزيون وممكن لم أثر أمام التلفزيون نقط مكان للخائن بين الشرفاء طبعا مكانها هي اسم يبقى مش هينفع لها للم ولا لن فهيدخل عليها هنا لا لا مكان للخائن بين الشرفاء انفي الجمل التالية مستخدما أداتنا في مناسبة أقطف الأزهار من الحديقة ممكن تنفع لها لا أقطف الأزهار من الحديقة الذهاب يوم الجمعة إلى النادي طبعا يوم الجمعة ممكن يبقى لسه ما جائش فأقول لن أذهب لن أذهب يوم الجمعة إلى النادي أجد كتابي الذي فقدته يبقى فقدته حاجة ماضية يبقى أقول لم أجد بحثت عليه يعني خلاص ولم أجده يبقى لم أجد كتابي الذي فقد حب الضوضاء والصوت العالي طبعا لم هاجي أنفيها أقول لا أحب الضوضاء والصوت العالي كتابة الواجب المدرسي هنا لما جاء أنفي أقول إيه؟ لم أكتب الواجب المدرسي حب الحيوانات ممكن أنفي أقول لا أحب الحيوانات طبعا هنا في الأمثلة الثلاثة دول هو جاي لك الكلمة إسم أنت تحاولها بقى الفعل في النفي شو في القطعة مروان تلميذ نشيط طبعا تلميذ هنا خبر مروان هنا جملة اسمية ببتدت بمروان ويبقى تلميذ هنا خبر مرفوع وعلى ما ترفعه الضم عندما انتقل إلى مدرسته الجديدة انتقل هنا فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتح رحبوا به عند قدومه إلى المدرسة إلى هنا طبعا حرف جر عايز يستخرج اسم مفرد ممكن تلميذ نشيط مدرسته المدرسة جملة اسمية مروان تلميذ نشيط لو قال لك بين ركنية مروان مبتدأ وتلميذ خبر جملة فعلية ممكن نقول انتقل إلى مدرسته انتقل إلى مدرسته جمعا فيه عندك كلمة أصدقاء أو أصدقاؤه حرفا طبعا عندك كلمة إلى هنا خلاص وفيه كلمة به حرف جره تخير الأعراب صحيح ما بين القوسين تلميذ تلميذ طبعا كان الأعراب اختياري وقلنا هذا عامل ماهر اجعل اسم الإشارة في الجملة المثنة وغير ما يلزم طبعا للمثنة طبعا أنا قدامي ده مفرد مذكر فأحولها للمثنة مذكر هذان عاملان ماهران دخل نقطة المحطة اكمل بفاعل مذكر مناسب طبعا هنا من اللي هيدخل المحطة طبعا القطار فأقول دخل القطار المحطة اختار الإجابة الصحيح ما بين القوسين الفلاح رجل نشيد طبعا الفلاح هنا دي جملة اسمية فالفلاح هنا هيبقى موقعة تمام مبتدأ ينضج العنب في الصيف ينضج بدأت الفعل بدأت الجملة بفعل ينضج يعني جملة فعلية يبقى العنب هنا موقعة مين اللي بينضج العنب يبقى العنب هنا موقعة فاعل طيب يأكل القرد الموز طبعا لو بصنا هنا في بداية الجملة نلاقي يأكل دي ايه تمام دي فعل الرياضة مفيدة للإنسان طبعا لو بصنا في بداية الجملة نلاقي الرياضة اسماية يبقى دي جملة اسمية يبقى كلمة مفيدة هنا موقع تمام خبر للمبتدى السمك غذاء مفيد للإنسان بيّن نوع هذه الجملة ثم سكر ركنية طبعا لو بصينا لبداية الجملة نلاقي كلمة السمك يبقى الجملة هنا السمك دي طبعا اسم يبقى الجملة دي اسمية ويبقى ركنية السمك أو المبتدى هو السمك والخبر هو كلمة غذاء نشوف المراجعة دي مع بعض ضعف المكان الخالي اسما مفردا تختاره من بين القوسين هذه الطائرة الشمس العصور حلقت تمام الطائرة في الهواء نقط سحابة صغيرة فأقول هذه سحابة صغيرة أشعة نقط زهبية أشعة الشمس الذهبية نقط ينتقل من غصن الأغسط يبقى العصفور ينتقل من غصن الأغسط رتب لتكون جملة اسمية لعبة في ياسر الكرة الحضيقة طبعا بدأ جملة اسمية بهابدأ بالاسم ياسر لعبة في أو لعبة الكرة في الحضيقة بين الكرة تتنقل اللاعبين أقدام يبقى طبعا هبدأ بالاسم اللي هي الكرة تنتقل بين أقدام اللاعبين يجري وسط بسرعة الحكم اللاعبين يبقى هبدأ بكلمة الحكم الحكم يجري بسرعة وسط اللاعبين طيب لو شوفنا تدريب بعد كده ضع كل اسم ما يلي في جملة فعلية وجملة اسمية الحضيقة هنا مثلا أقول الحضيقة جميلة الأسرة متعاونة تمام؟ تشوف تدريب تاني ابدأ كل جملة من الجملة التي هي باسمية يدل على مفرد مذكة نقط حيوان مفترس فممكن أقول الأسد حيوان مفترس نقط يشرح الدروس للتلاميذ ممكن أقول المعلم يشرح الدروس للتلاميذ كل تدريبات سهلة أسيبك أنت تحل لوحدك طبعا في التدريب ده بيقول لك اجعل كل جملة فيما يلي أو أكمل كل جملة فيما يلي باسم يدل على مثنة آخره يأنون حصل الفائزان على ممكن أقول جائزتين كافأ الله المتفوقين أو المؤمنين سمعتوا نقط غريبين ممكن أقول سمعتوا خبرين غريبين تدريب اللفوئي برضو مهم حدد الاسم المثنة بين بين الكلمات التالية ماهران طبعا ماهران اللي هو مفردها ماهري بدي اسمه مثنة الامتحان الامتحان طبعا مش اسم مثنة مع أنه أخره ألف ونون لكن ألف ونون دي من مكونات الكلمة أصلا باكستان دي طبعا اسم دولة مش اسمه مثنة يبقى الامتحان و باكستان مش معنا في الاسم المثنة متصابقان تمام كنا متصابقان مفردها متصابق ودفت لها الألف ونون يبقى دي مثنة صديقين برضو صديقين مفردها صديق يبقى صديقين دي مثنة مصريتان برضو مصريتان دي مفردها مصرية يبقى مصريتان دي مثنة أفغانستان لا أفغانستان دي اسم دولة مش مثنة وآخرة ألف ونون دي من مكونات الكلمة أصلا سائحان طبعا سائحان مفردة سائح ويبقى هنا دفتل الألف ونون عشان التثنية يبقى دي مثنى عمان عمان دي طبعا اسم دولة والألف ونون دي من مكونات الكلمة أصلا فهي مش مثنى صهران نفس الكلام صهران دي مش مثنى غريبين غريبين مفردة غريب يبقى غريبين دي مثنى حسين. حسين مش عشان اخرها ياء ونون تبقى مثنى دي اسم واحد والياء ونون دي من مكونات الكريم. تدريبات دي انا سيبها لك. تفكر فيها وتحلها. طبعا انت ممكن توقف الفيديو وتحلها معنا بسك. هنا برضو حول كل جملة من الجمل الاتية من المفرد الى الجمع. هذا تلميذ مكتهد لو حولها الجمع تبقى هؤلاء تلاميذ مكتهدون. انت تلميذة عقلة لو حولها للجمع. طبعا انت هنا تتحول في الجمع لانتنة. هنا ضمير مخاطبة. انتنة تلميذات عقلات. كتاب القراءة مفيد لما اجي حولها الجمع اقول كتب القراءة مفيدة. هو مواطن مصري لما اجي حولها الجمع هم مواطنون مصريون. برضو الترتيب سهل. هنا نكون مثلا بيقولك كون جملة فعلية يبقى انت لازم تبدأ بالفعل. شأن يرفع التعليم الامم. يبقى هبدأ بالفعل يبقى يرفع. يرفع التعليم شأن الامم. النحل والجبال الاشجار فيه يعيش. بدام هو عايز جملة فعلية بلازم هبدأ بالفعل. يعيش النحل فيه الجبال. او فيه الاشجار والجبال. نشوف الكطع. قال المعلم لتلميذه العقل السليم في الجسم السليم. لما اجه عربنا كلمة المعلم هابتدي بالجملة الاول الجملة قال. الجملة هنا قال. يعني جملة فعلية. ومين اللي قال? المعلم. يبقى المعلم هنا فاعل. فاعل. طبعا انت مش مش مطالب بالاعراض. انت مطالب بس ان انت تقول لي موقع الكلمة ايه? او مكونات الجملة ايه? طيب قال المعلم لتلميه العقل السليم في الجسم السليم. طبعا هنا دي بداية جملة جديدة. دي بداية جملة جديدة. العقل السلم يبقى لي العقل هنا مبتدأ. استخرج من الفقرة السابقة اسما مفردا. عندك كلمة المعلم عندك كلمة العقل عندك كلمة الجسم. عندك كلمة يوم. فعلا عندك كلمة تحمي. وعندك كلمة قال. وعندك كلمة مارسة. وعندك كلمة تهملها. حرفا عندك كلمة في. وعندك كلمة لا. خلاص. جملة اسمية. العقل السليم في الجسم السليم. جملة فعلية قال المعلم لتلميزه. الجائزة تعطى. حرف طبعا. يبقى الجائزة تعطى للطالب المتفوق. للطالب. الزهرتان عايز خبر مناسب. يبقى الزهرتان جميلتان. نقى التلاميذ مجتهدون. عايز ضمير مخاطب. ضمير مخاطب. ما هي ضمير المخاطب؟ أنت. أنت. أنتما. أنتم. أنتن. يبقى هنا تلاميذ يبقى جمع مذكر يبقى يستخدم لها أنتم تلاميذ مجتهدون. هذا هو هو تلميذ يحرص على المذكرة. يجعل الجملة لجمع المؤنث وغير ما يلزم. هقول هو تتحول طبعا. هو تتحولها لهؤلاء. خلي بالك. ما تغلطش تتحولها لهؤلاء. لأنه هو هنا ضمير غائب. هو تتحول لهم. هم تلاميذ يحرصون على المذكر. شوف الكتعة اللي بعد كده. الفلاح رجل نشيط. طبعا الفلاح هنا بدايتها مبتدأ. يبقى الفلاح هنا موقعها مبتدأ. يذهب إلى الحقل في الصباح قبل شروق الشمس. قبل دي درس خدناه مع بعض. وهي الظروف. ظرف الزمان وظرف المكان. هنا قبل ممكن تنفع ظرف زمان. او ظرف مكان حسب سياق الجملة وحسب اللي بعدها. اللي بعدها هنا كلمة شروق الشمس. يبقى قبل هنا تبقى ظرف زمان. طيب. ويحرث الفلاح الارض. طبعا الفلاح هنا موقعها فاعل. الفلاح هنا موقعها فاعل. لو عايز هو فاعل من القطعة عندك كلمة يحرث. وعندك كلمة يذهب. وعندك كلمة يسقي. ينقي. جملة اسمية الفلاح رجل نشيط. لو قال لك بيين ركنيها. ركنيها مبتدأ الفلاح والخبر رجل. جملة فعلية. عندك هنا يحرث الفلاح الارض. لو قال لك يعين لمكوناتها. يحرث فعل. والفلاح هو الفاعل والارض هنا المفعول به. عايز اسمه مفرد. عندك كلمة الفلاح. اذكر جمعه. الفلاحون. خلاص. وعندك كلمة الحقل. اذكر جمعه. الحقول. ضع مكان النقط. اداة استفاهم مناسبة. تغرب الشمس. تغرب الشمس. يبقى انا كده عايز اسأل عن الزمن. يبقى حط هنا متى. متى تغرب الشمس. نقط تقع قلعة قيد باي. انا بسأل هنا عن المكان. تمام. يبقى المكان بسأل عليه. باين. اين تقع قلعة قيد باي. نقط تحب القصص. بسألك اذا كنت بتحب القصص. يبقى هنا. السؤال هيبدأ. هل. هل تحب القصص. سوري. تحب من القصص. تحب من القصص. يبقى هنا السؤال. تحب من القصص. يبقى السؤال هنا. ماذا تحب من القصص. طيب. نقط لون البرتقال. بسأل عن لون البرتقال. يبقى ما لون البرتقال. ضع الفعل مناسب للفعل ما كان النقط. نقط البرد شتاء. يبقى هنا لو حط الفعل يبقى يشتد البرد. شتاء. المسافر امتعته معه. ممكن اقول اخذه. اخذ المسافر امتعته. طبعا اللي هي الملابس والشونات بتاعه. نقط التلميذ القصة. ممكن اقول قرأة التلميذ القصة. طيب. عايز من الجملة من الكطعة دي. جملة اسمية. عندك الشمس تشرق في الصباح. جملة اسمية ايه بدأت بالشمس. جملة فعلية تغرد الطيور او يعمل الفلاح في حقله. حرفا عندك كلمة في. جمعا عندك كلمة مدارسهم. واسكر مفرده مدرسته. اسما مفردا عندك كلمة الفلاح. واسكر جمعه الفلاحون. الحديقة عايز خبر مناسب. الحديقة مثلا جميلة. نقطة التلميذ في الامتحان عايز فعل. ممكن اقول نجاح التلميذ في الامتحان. فعلا ماضي او. كتب نقطة الدرس وعايز فعل. يبقى كتب الطالب الدرس. استفهم من صديقك عن. عدد اخوته. اه انا بسأل بعدد بكلمة كم. يبقى كم عدد اخوتك. طيب عايز استفهم منه برضه او استفهم منه عن موعد استذكر دروسه. السؤال هي يبقى متى تستذكر دروسك. طيب الصديق الذي يصاحبه. عايز عرف مين الصديق اللي بيصاحبه. طبعا العاقل بسأل عليه بمن. يبقى من الصديق الذي تصاحبه. طيب. اجذب في حياتي ابدا. عايز هنا اداة نفي. اجذب في حياتي ابدا. طبعا ابدا دي يعني مستقبل. يعني الحد اخر العمر مش هجذب. يبقى تمام هنا بستخدم لها اللي بنفي بها في المستقبل او بنفي بها الفعل في المستقبل. لن اجذب في حياتي ابدا. هذا التلميذ ناجح. حول الجملة السابقة الى المثنة والجمع وغير ما يلزم. المثنة هيبقى هذان التلميذان ناجحان. الجمعة هيبقى هؤلاء التلميذ ناجحون. قطع بعد كده. عايز اسمن عندك العلم او العمل. فعلا عندك كلمة ينتج او احرص او ابقن. حرفا طبعا عندك كلمة في. نقط دروسك يا محمد. اكمل بفعل مناسب. طبعا هنا الجملة بين ان في طلب من محمد. يبقى ذاكر. ذاكر دروسك يا محمد. تطيع نقط امها. طبعا هنا لو فاعل مؤنس. هقول تطيع البنت امها. يلعب محمد لو عايز هنا حرف. هقول يلعب محمد تمام في الحديقة. كتب نقط الدرس. لو عايز فاعل هنا هقول كتب الطالب الدرس. الله نقط يحب الكذابين. هي هنا اداة نفي. يبقى الله لا يحب الكذابين. دع سؤال للاجابة الاتية. تقع خلعة قايد باي في الاسكندرية. تمام يبقى السؤال هنا هبدأه. باين بادم انا باتكلم عن المكان اللي بتقع فيه خلعة قايد باي. باقول اين تقع خلعة قايد باي. هذا تلميذ ناجح اجعل اسم الاشارة للجامع. تمام. هزا هنا تتحول لهؤلاء. تلميذها تتحول لتلاميذ. ونجحة تتحول لنجحون فتبقى هؤلاء تلاميذ مكتهد. او نجحون. شوف الكتر اللي بعد كده مصر عظيمة تقدم الخير للجميع. اه لو هاجي هنا اشوف موقع كلمة عظيمة. موقع كلمة عظيمة هنا طبعا دي جملة اسمية بادة بمصر يقسم. يبقى عظيمة هنا خبر تقدم دي نوعها انها فعل طيب ليه ثلاثة اخوة ضع سؤالا للاجابة السابقة ليه ثلاثة اخوة يبقى بدم هنا هو بيجيب بعدد يبقى السؤال هيبدأ بكم كم عدد اخوتك كم عدد اخوتك تمتص نقطة الرحيق هو عايز فعل مناسبة تمتصر نحلة الرحيق التلاميذ المجدون يقبلون على المكتبات حاولها زيج جملة الى جملة فعلية يبقى تمام هجيب بقى الفعل في الاول مش جمعة خلي بالا تلوقتي دي جملة اسمية يبدأ بتلاميذ لما هجي بقى ابدأ بالجملة احولها الجملة فعلية يبقى هبدأ بالفعل واخليه في الاول بس ما جيبهوش جمعة يجي مفرد ما قلش يقبلون التلاميذ يبقى الصح يقبل التلاميذ المجدون على المكتبات يقبل التلاميذ المجدون على المكتبات أنشأت الدولة الحضائق طبعا مين دي جملة فعلية ومن اللي أنشأت الدولة يبقى الدولة هنا موقعها فاعل بالخضرة الباق دي حرف جر والخضرة دي اسم مجرور عايز أسلوب نفي أسلوب نفي طبعا خلي بالك أسلوب نفي مش نافي لأن لا تقطف أظهرها دي دي أسلوب نافي خلاص لا للعبث بها وبزينتها لا للعبث بها وبزينتها دي أسلوب نفي طيب ظرفا واسكر نوعه لو بصينا هنا حيث تستمتع يستمتع الناس بها ويقضون أو قضون في حفظ طبعا في هنا حيث وفي عندك فوق فوق أرضها ظرف مكان طيب أسلوب أمر أسلوب أمر أو حافظ علي لأنه بدأ بفعل أمر حافظ علي طيب جمعا واسكر مفرده عندك كلمة الظهور مفردها الظهرة عندك كلمة الحضائق مفردها الحديقة جملة فعلية وحولها إلى جملة اسمية خلي بالك من الحتة دي جملة فعلية وحولها إلى جملة اسمية لو بصينا هنا في أول لو يجيو الكتعة نلاقي أنشاءة الدولة الحضائق تمام يبقى لما جاء أحولها الجملة اسمية أبدأ بالاسم يبقى الدولة أنشاءة الحضائق فعلا ماضيا لو فعلا ماضيا هنا عندك مثلا الفعل أنشاءة أنشاءة خلاص أي ماضي واسكر مضارعه تنشئ واسكر مضارعه يبقى إيه تنشئ أسلوب نهي طبعا هي مش علينا الأسلوب النهي بس كمعلومات عامة لا تقطف أزهارها ده أسلوب نهي لأنه بطلب حاجة من حد أنه ما يعملهاش يعني بطلب من حد أنه ما يعملش حاجة معينة قال الأب لأبنائه متى تجتمعون يلاستمع إلى يوميات مروان قال هنا طبعا فعلا ماضيا وإلى هنا حرف رد الجميع من اللي رد الجميع هو اللي رده يبقى الجميع هنا فاعل استخدم القطع اسما اسما ممكن الأب ممكن مساء ممكن الجميع فعلا فيه عندك قال فيه عندك تجتمعون فيه عندك نجلس حرفا فيه عندك كلمة إله أدى من أدوات الاستفام طبعا عندك كلمة متى جملة فعلية أهي هي بدأ بي القطع قال الأب لأبنائه لو قال لك اسكو الركنية قال الفعل والأب الفعل اسماً يدل على الجمع عندك كلمة أبنائه أبنائه تدل على الجمع أبناء مفرد قال المعلم لي تلميزه العقل السليم في الجسم السليم اسم مفرد المعلم اسم جمع الأمراض عندك كلمة الأمراض إيه اسم جمع جملة اسمية العقل السليم في الجسم السليم طيب أكمل كل جملة تلميزاً في الفصل عايز أداة استفام يبقى أنا هنا بأسأل كم تلميزاً بأسأل على العدد كم تلميزاً في الفصل تقطف الظهور عايز أداة ناهي تماماً أقول لك لا تقطف الظهور العصفور نقط الشجرة عايز ظرف مناسب يبقى اقول لك العصفور فوق الشجرة يزرع نقط في الارض عايز فاعل طبعا فاعل هنا ممين اللي بيزرع الارض الفلاح يزرع الفلاح الارض هذا تلميذ نجح اجعل اسم الاشارة المثنة وغير ما يلزم طبعا لو احملها المثنة تبقى هذا تتحول لهذا تلميذة تتحول لتلميذان ونجح تتحول لنجحان يبقى هذان تلميذان نجحان وخلي بالك ان هذان هنا من غير قلب طيب السماء صافية والجو معتدل السماء هنا موقعه في الجملة مبتدأ يذهب الفلاح الفلاح هنا موقعه الفلاح موقعه فاعل لانه جملة فاعلية يذهب الفلاح يبقى الفلاح هنا فاعل الحقل هنا اسم مجرور بلا عايز اسم مفرد عندك كلمة الفلاح او الحقل ظرف عندك كلمة صباحا صباحا جمعا عندك كلمة الطيور مفرد الطائر خبرا عندك طبعا كلمة صفية لان السماء هنا مبتدأ ويبقى الخبر بتاعها صفية دع سواء للازيل اجابة عدد الخلفاء الرشيدين اربعة يبقى كم عدد الخلفاء الرشيدين يجعل عبارة الاتية المثنى هي مواطنة صالحة طبعا هي هتتحول لهما مواطنة هتتحول لمواطنتان وصالحة هتتحول لصالحتان يبقى الجملة هتبقى هما مواطنتان صالحتان طبعا ما تغلطش وتقول هتان هي تتحول لهما التعليم هنا طبعا موقعة لان هنا مبتدأ جاية في الاول فتبقى مبتدأ جاية في بداية الكلام واسم هي فتبقى مبتدأ شأن يرفع من شأن هو الله يرفع ويرفع ايه شأن يبقى شأن هنا مفعول به استغرام من عبرها الصباحة جملة اسمية جملة سرية التعليم مفيد التعليم مفيد لو قالك ركنية المبتدأ التعليم والخبر مفيد جملة فعلية عندك يرفع شأن الامم او اه تهتم به البلاد تهتم به البلاد تهتم الفعل والبلاد هي الفاعل اسما يدل على الجمع عندك كلمة البلاد هي تدل على الجمع ابنائها تدل على الجمع دعمة كان النقط موارق مطلوب نقط ماهرون في الملعب ممكن اقول اللاعبون ماهرون في الملعب اقابل صديقي امس امس هنا يعني مبارح فعايز ادات نفي تمام الادات النافي اللي بتنفي الماضي بتبقى لم اللي بالميم يبقى لم اقابل صديقي امس تقع مدينة اسوان هنا بسأل عن مكان مدينة اسوان فعايز ادات استفام يبقى اين أين تقع مدينة أسوأ تطيع نقط أمها عايز فاعل يبقى تطيع البنت أمها هذا العام المخلص لو أحاولها للمثنى هذا تبقى هذان خلي بقى هذان من غير ألف بعد الهيه هذان العاملان مخلصا قال المعلم لتلميزه العقلة دي قلناها قبل كده النملة حشرة عجيبة النملة هنا موقعها مكتدأ يعرف هنا دي فعل مضارع عايز اسم جمع عندك كلمة الصفات ايه مفردة الصفة عايز فعلا عندك كلمة يعرف عايز حرفا عندك كلمة من ايه حرف ضمير للغائب طبعا عندك كلمة هي هي نشيطة مدبق هي ضمير غائب جملة اسمية عندك النملة حشرة عجيبة دي جملة اسمية ايه تبدأ باسم الياه كلمة النملة ده عادتنا في مناسبة مكان النقاط نقاط حول نقاط قوة الا بالله طبعا كلنا بنقول جملة دي لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة لان الله هنا بتدخل على الاسم ممكن تدخل على اسم الفعل مع بعض فحولة وقوة دي اسمين طيب العينان جوهرتان جوهرتان هنا لما اخترص صحيح مما بين القوصان كلمة جوهرتان هنا هتبقى تمام لان العينان هنا تبقى مبتدأ لان جملة اسمية ايه ويبقى جوهرتان هنا خبر كلمة الانسان يرى بهم الانسان مخلوقات الله مين اللي بيره الانسان واللي بيره يبقى الانسان هنا كلمة الانسان هنا مرفوعة او لو قلت لك موقع ايه هتبقى فاعي لان احنا مش علينا العرب احنا علينا موقع بس الكلمة في الجملة ايه كلمة العينين هل دي مفرد ولا مثنى ولا جمع طبعا تمام معروفة جدا العينين يبقى دي مثنى لو استخرجنا من القطعة دي جملة اسمية العينان جوهرتان ثمينتان ادي العينان ايه مبتدأ وجوهرتان خبر جملة فعلية يرى بهم الانسان مخلوقات الله يرى هي الفعل والانسان الفاعل وطبع مخلوقات مفعول بيه اسلوب استفهام فهل شكرت الله على نعمة العينين اسلوب الاستفهام اوه يبدأ بهل اكمل بما هو مطلوب يكتب محمد على الصبورة لو اداة نفي ممكن اقول لا يكتب او لم يكتب تحب قراءة القصص اه يبقى دات استفهامنا هل هل تحب قراءة القصص هو الذي يعرف واجبه اجعل الضمير الجامع المذكر وكتب جملة صحيحة هو طبعا تتحول لهم والذي طبعا يا اسم موصول هتتحول للذين طبعا عندنا الاسماء الموصولة الذي التي اللذان اللتان اللائي اللتي واخدناها مع بعض طيب يبقى هم هم الذين الذي يتحول الذين يعرفون واجبهم الوطن غالي يحب المصري وطنه المصري هنا طبعا الجملة فعلية بدأت بيحب يبقى المصري هنا فاعل كلمة يعمل هنا نوعها طبعا بين جدا ان يعمل دي فاعل اسما للاشارة لو استخرج هنا اسم للاشارة عندك هنا كلمة هذا هذا هو اسم الشارة لكن هو ده ضمير خلي بالي ضمير للغاية بيبقى هو اسما للجمع عندك كلمة ابناء جمعة هي ظرفا لو عايز كلمة ظرفا عندك كلمة ليلة هي ليلة هي ظرف نحاول الجملة لقتها للجمعة غير ملزمة هي فلاحة تخدم الوطن تمام طبعا في الظرف ما تختليش نهارة لانه نهارا دي حاجة اسمها معطوف لكن تختار اول واحدة هي ليلة هي فلاحة تخدم الوطن لو انا هحولها للجمع ها هنا فلاحات يخدم الوطن ما اقولش يخدمون لانه يخدمون دي على جمعة المذكر لكن هنا فلاحات هقول يخدم الوطن استفى من صديقك عن سبب ذهابوا الى المدرسة السبب الاداة اللي بتسأل عن السبب تمام لماذا لماذا تذهب الى المدرسة طبعا هسيب لك باقي آآ القطع تبص فيها وتحلها دي كانت محضرتنا الاخيرة لمنهج اللغة العربية اشكركم وبالنجاح وبالتوفيق باذن الله اشتركوا في القناة